القلم الرصاص زارنا القلم الرصاص في حجرة الدرس جلس بجانبي وخاطبني قائلة أكتب قلت لا أعرف قال سأساعدك ثم كتب على الورقة كثاب قرأت الكلمة فقالت لي معلمتي انتبه يا إياد لا نقرأ كثاب فجاءت الممحات فمسحت النقطة الثالثة من التاء فأصبحت كتاب قرأتها فصفق التلاميذ ثم كتبتها على اللوح لم يستطع القلم كتابة كلمة منطضة فجاءت المنجرة وأخذ التبري آي آي إنك تؤلمينني اسبر لأنك ستصبح أقوى وتستطيع أن تكتب أحسن ضحك التلاميذ وقالوا اسبر ستصبح أقوى ولما عدت إلى المنزل وجدت جدي يكتب حكاية فرويت له قصتي مع القلم الرصاص وقلت إنني لم أفهم كلام المنجرة حين قالت ستصبح أقوى قال جدي إن للقلم خصالا كثيرا يجب أن نتعلم منها ونتحلى بها وما هي هذه الخصال يا جدي أما الخصطة الأولى هي أنك قادر على أن تقوم بأعمال عظيمة بمساعدته وأما الخصنة الثانية فهي تعلمك منه التحمل والصبر على ألم التعلم فهو حين يشحد يصبر على الألم ولكنه بعد ذلك يصبح أقوى وأكثر حدة وأما الخصنة الثالثة فهي أن القلم يمنحك فرصة استخدام الممحة لكي تزيل أخطائك وتصححها وأما الخصلة الرابعة فإن شكله أو الخشب الذي صنع منه ليس مهمة ولكن المهم هو ما بداخله ولذلك لا تهتم بمظهرك كثيرا قبل عقلك ابتسمت وقلت كلامك رائع يا جدي حبذا لو نقتذي بالقلم الرصاص وبصفاته الحميدة لكي نقوم بالأعمال الصالحة لكي نقوم بالأعمال الصالحة لكي نقوم بالأعمال الصالحة